المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها تقارير غربية ودولية تؤكد امتلاك المسلحين أسلحة كيميائية والتحقيقات تجاهلت رسائل تحذير سوريا وروسيا بعد سيطرتهم على المعامل دول الغربية تخفق في تمرير قرار دولي حول استخدام الكيميائي في سوريا وتتراجع عن طرحه على التصويت بعد الاعتراض الروسي تقارير يمنية تؤكد اطلاق مشاريع اماراتية في جزيرة سقطرة وتسير رحلات جوية فالتسعى الامارات إلى ضمها لسلطتها أخفق ثلاثي الامريكية البريطاني الفرنسي في تمرير مشروع قرار في مجلس الأم ضد سوريا بزعم استخدام الغاز السام في قصف خانشيخون بإدلب السورية وسقوط ضحايا مدنيين الاعتراض الروسي جاء قويا مدعوما بموقف صيني يرفض تسييس أي تحقيق يتم الاتفاق عليه الاتهامات الغربية تجاهلت التقارير الأممية ومنها الأمريكية حول امتلاك المسلحين أسلحة كيميائية وسيطرتها على معامل لكلور في عدد من مناطق سوريا وتجاهلت نقل المسلحين هذه المواد بين سوريا والعراق فلماذا الهجمة الغربية الجديدة ضد سوريا؟ وهل تستهدف العملية السياسية والتأثير على الموقف الأمريكي من روسيا والرئيس الأسد؟ ونناقش في المسائية بعد ممارسة الإمارات العربية المتحدة سلطتها على جزيرة سقطرة اليمنية وهل يسبح الدستور اليمني بمنح دولة أخرى السيادة على جزء من الأراضي اليمنية؟ نتوقف أولا مع موجز للأخبار أهلا بكم استعاد الجيش السوري والدفاع الوطني محور تلة بطيش جنوب حلفية في ريف حماس شمالي وعلى محور حلفية محرد تدور اشتباكات بين الجيش وحلفائه من جهة ومسلحين نصرى من جهة أخرى وسط قصف مدفعي يستهدف مواقع والتحركات المسلحين وخطوط امدادهم في المنطقة الجيش السوري وحلفائه صدوا هجمات عديدة لمسلحين نصرى والفصائل المتحالفة معها باتجاه معردس أعلنت الخارجية الروسية عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسن إلى موسكوى لسبوع المقبل وفي بيان لها أكدت أنه من المقرر أن يبحث وزير الخارجية الروسي سرغيل أفراف مع نظيره الأمريكي مكافحة الإرهاب في سوريا وأزمة أوكرانيا وكوريا الشمالية والعلاقات الثنائية بين البلدين شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الخطوة التالية لتركيا في سوريا هي مدينة منبج أردوغان وفي خطاب له في مدينة بورسا غرب تركيا انتقد الرئيس السوري بشار الأسد وحمله مسؤولية الهجوم الكيميائي على مدينة خانشيخون مشيرا إلى أن أكثر من مئة شخص قتلوا في الهجوم حررت القوات العراقية حي المغرب في الساحل الأيمن للموصل بعد معارك عنيفة مع داعش الطائرات العراقية ألقت مئات ألاف المنشورات في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم داعش في مناطق متفرقة من العراق وذكر بيان لخلية الأعلام الحربي أن المنشورات تتضمن تعليمات وتوصيات للمواطنين بالبقاء في المنازل والابتعاد عن مواقع داعش المعروفة والتي ستكون أهدافا لطائرات العراقية قالت مصادر رسمية أن الملك المغربي محمد السادس عين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني وتضم الحكومة تحالفا من خمسة أحزاب بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود هذا التحالف ويأتي ذلك بعدما يناهز الستة أشهر من محاولات متعثرة لتشكيل الحكومة بسبب الخلافات بين الأحزاب ختام الموجز عودة لمتابعة المسائية وزميل كمال خلف إليك كمال علا شكرا جزيلا تهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارة باراك أوباما بالفشل في سوريا وقال في مؤتمر صحفي مع الهاعاهل الأردني في البيت لابيض أن استخدام الكيميائي وقتل الأبرياء في سوريا خط أحمر لا يجب تجاوزه قائلا أن موقفه من الرئيس السوري بشار الأسد تغير كثيرا بعد هجوم إدلب أعتقد أن إدارة أوباما كانت لديها فرصة كبيرة لحل هذه الأزمة منذ فترة طويلة عندما وضع أوباما الخط الأحمر أعتقد أنه أعادنا بطرق مختلفة إلى الوراء ليس فقط في سوريا ولكن في أجزاء أخرى كثيرة من العالم لأنه كان تهديدا فارغا وفي مجلس الأمنخ فقت الدول الغربية في تمرير مشروع قرار ضد سوريا بعد مطالبة روسيا بتعديل مسودة القرار المندوب والروسي قال أن الصور التي عارضت بخصوص استخدام إسلاحة كيميائية في بلدة خانشيخون مزيفة فيما أكد المندوب الصيني أنه لا يمكن إجبار بلاده على التصويت كما يريد الآخرون بدورها قالت المندوبة الأمريكية أن واشنطن لا تعرف ما حدث في خانشيخون لكن الهجوم يحمل بصمات نظام الأسد على حد تعبيرها لا نستطيع أن نغمض عيوننا عن هجوم النظام السوري والنظام يستخدم أسلحة أقوى من السابق إن الغاز الذي ألقي من الجو يدل على فضاعة العمل نحن نعلم أن المجلس حاول جعل الأسد مسؤولا قبل أسبيع وروسيا عارضت ذلك لو تحملت روسيا المسؤولية لما بقيت أسلحة لدى النظام لاستخدامها الحقيقة هنا أن الأسد وروسيا وإيران ليس لديهم مصلحة في السلام ولو كان لروسيا نفوذ في سوريا عليها أن تستخدمه لوقف الجرائم منذ بروسيا بالوكالة في الأمم المتحدة فلاديمير سافرينكوف أكد أن استخدم الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف غير مقبول تحت أي ظرف وأن المذنبين يجب محاسبتهم ودعا خلال جلسة مجلس الأمن لإجراء تحقيق غير مسيس مبني على حقائق حول حادثة خانشيخون يجب أن تكون التقارير نزهة وأن يتم تشكل فريق التحقيق من مناطق جغرافية متنوعة التقارير المزورة حول حادث الشيخون أتت من الخوذات البيض والمرصد السوري في لندن وهم جهتان متعيزتان تقاريرهما متبينة يخلطون الأمور ويأتون من تقارير وصور وفيديوهات يشاركون فيها بموظفين منهم سلوكهم غير قويم ما يطعنون بالمواد التي يقدمونها القرار يعرف عن الهول بما حصل كما لو أن التحقيق مرهن عن ذلك المسودة دبيرت على عجل وتبني مثل هذا القرار ليس مهنيا وهو غير جدي من قبل المجلس إن إطلاق اتهامات جزافية ومسيسة ضد بلادي سوريا وحلفائها في الحرب على الإرهاب منذ اللحظة الأولى لتناقل وسائل الإعلام تقارير مصدرها مجموعات إرهابية مسلحة تم إدراجها على لوائح مجلس الأمن للكينات الإرهابية وعن استهداف منطقة خان شيخون يؤكد أن أطرافا بعينها داخل هذا المجلس ومعها تركيا ودول أخرى داعمة للإرهاب ستستمر في ممارساتها المسيسة والخطيرة التي تهدف إلى الإساءة لحكومة بلادي وابتزازها وحلفائها في حربهم على الإرهاب وإلى عرقلة المحادفات في أستانا وجنيف وتدمير آفاق التوصل لحل سياسي للأزمة في بلادي سوريا لمناقشة هذا البلف معي من دمشق قضو مجلس الشعب السورية وستاذ القانون العام في جامعة دمشق دكتور محمد خير عكام أيضا معي من واشنطن مدير مركز تحليل أشياء العسكرية وسياسية في معادتسون دكتور ريتشارد ويتس رحب بضيفي العزيزين وأبدأ معك دكتور محمد خير عكام ما هي الأدلة والبراهين التي يمكن أن تدعم رواية الحكومة السورية والرواية الروسية أيضا حول ما جرى في خان شيخون الأدلة ببساطة شديدة هي أن هناك تقارير مؤكدة أنا بدي أذكر أنه مرة الدكتور بشار الجعفري أشاره في أمام مجلس الشعب أمام مجلس الأمن ذات مرة أن هناك مخازن لأسلحة كيميائية تم تخزينها في إدلب وحدد المنطقة ودعا الأمم المتحدة أن تقوم بواجباتها ولم تقوم بأي واجب في هذا الإطار الدليل الثاني أن تقارير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكدت على أن جمهورية العربية السورية قامت في ظل الاتفاق الذي جرى مع سوريا بالتخلص من كل مكونات السلاح الكيميائي وقد تم المصادقة على ذلك في مجلس الأمن ووزارة الدفاع السورية أكدت أنها لم تستخدم لا سابقا ولا الآن ولا بالمستقبل والمنطق يؤكد أنه لا ضرورة لاستخدام مثل هذه الأسلحة لن نستخدمها سابقا لكي نستخدمها في هذا الوقت إذن كل هذه دلائل تؤكد رواية الحكومة دكتور ريتشارد ويتس لماذا الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الغربية ترمي بكل هذه الأدلة بتقارير الأمم المتحدة ومنظمة حظر الانتشار للأسلحة الكيميائية التي أكدت أن سوريا لا تمتلك الأسلحة الكيميائية وأيضا الأدلة التي تدفع بها موسكو والحكومة السورية وتصدق رواية المسلحين لماذا لا تصدق الولايات المتحدة أو لا تأخذ بجدية هذه الأدلة التي يقدمها الطرفان السوري والروسي يبدو أن هناك أدلة يبدو من خلال اعتراض الاتصالات أو من خلال الصور أو من خلال الجواسيس على الأرض لا نعرف ولكن يبدو أن هناك سبب ما وراء هذه التهمة وتحميل الحكومة السورية مسؤولية هذا الهجوم الكيميائية الأمم المتحدة بالطبع أجر التحقيق بهذا الموضوع بالسابق وتوصل إلى استنتاج ثلاث حالات هي تستخدمت الحكومة السورية هذه الأسلحة الكيميائية سابقا بالتالي أيضا هذا يقوي وجهة النظر الأمريكية ولكن أتفق مع الضيف من سوريا ليس من المنطقية من الناحية الاستراتيجية استخدام الحكومة السورية مع الأخذ بعن الاعتبار الأداء الجيد على الأرض لقوات الحكومة بالتالي هذا يشكك بالرواية ولكن من جهة أخرى الرئيس ترامب كان مستعد للقبول بحكومة الأسد على الأساس أنه حكومة شرعية منذ بضعة أيام بالتالي لا أعتقد أنه لكان غير موقفه إلا في حال كانت الأدلة قوية إذن المسألة تثير الحيرة الآن ما الذي يحصل بالضبط طيب سيد ويتس ودكتور محمد خير عكام إذا سمحتم لي وأيضا المشاهدين أن نعرض في هذا التقرير التقارير الغربية والتقارير المستقلة التي تحدثت خلال الفترة الباضية عن امتلاك المجموعات المسلحة للأسلحة الكيميائية في سوريا نعرض هذا التقرير ونعود للنقاش مباشرة الحديث عن امتلاك المسلحين مواد كيميائية وعن استخدامها ليس بجديد فتسليم دمشق الأسلحة الكيميائية عام 2014 وانضمامها إلى معاهدة حضرها لم يعني أن البلاد باتت خالية من هذه الأسلحة الفتاكة ففي عام 2015 أكد تقرير صادر عن منظمة حضر الأسلحة الكيميائية أن داعش استخدم غاز الخردل ضد مجموعات مسلحة أخرى في مدينة مارع في ريف حلب الشمالي وقبل ذلك بعام أكدت مصادر إعلامية ومنها مجلة فورين بوليسي الأمريكية استلاء داعش على ثلاثة براميل من مخزون كيميائي كان في حوزة جبهة النصرة في ريف حلب كيف لا؟ وللنصرة دورها في استخدام الغازات السامة ففي عام 2012 حذرت الخارجية السورية مجلس الأمن والأمم المتحدة من أن المجموعات الإرهابية سيطرت على معمل شرق حلب تصنع فيه مادة الكلور ويحتوي أطنانا من هذه المادة السامة لم يستمع أحد لهذه التحذيرات وأدرجت في خانة الكذب السوري لكن المجلة الأمريكية أكدت بعد أربعة أعوام أن النصرة كانت قد استولت على براميل من الكلورين والسارين من قاعدة للجيش السوري أما جيش الإسلام فتسلم عام 2013 شحنة كيميائية من الترسانة الليبية تحديدا أحد عشر صاروخا من طراز جراد معدلا ومزودا برؤوس كيميائية انتقلت من مصراطة إلى تركيا فسوريا حيث وضعت في عهدة جيش الإسلام الذي كان يعرف باسم لواء الإسلام حينها أضف إلى ذلك تأكيد الأمم المتحدة منذ سنوات استخدام الأسلحة الكيميائية في خان العسل على يد المسلحين ضد جنود سوريين ومدنيين كما أكد تقرير نشرته صحيفة ديل جافلعك من وكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية استخدام المجموعات الإرهابية للسلاح الكيميائي في الغوطة وفي جوبر وأشرفية صحناية قرب دمشق عثر المفاتيشون على أدلة تتطابق مع استعمال محتمل لأسلحة كيميائية في أب أغسطس من عام 2013 على نطاق ضعيف ضد جنود كذلك في منطقة سراقب قرب إدلب دكتور محمد خير عكام إذا سلمنا بأن المجموعات المسلحة هي من استخدمت الأسلحة الكيميائية في خان شيخون وهي المسؤولة عن ما حدث هناك ما هي المصلحة المباشرة لتستخدم هذه المجموعات المسلحة هذه الأسلحة في مناطقها هو اتهام الجيش السوري والدولة السورية بأنها هي التي استخدمتها لكي تنقلب أولا على النتائج الإيجابية التي حدثت في جينيف ولكي تتنصل تركيا من ضمانها لهذه الكيانات الإرهابية في الأستاني إذن هناك شيء ممنهج يبدو أنها تقوده الولايات المتحدة الأمريكية للتنصل من نتائج جينيف ونتائج الأستاني عبر هذا الاتهام الذي لا يوجد عليه أي دليل طيب يعني تريد أن تقول دكتور بأنه هذا الماجرة يهدف لتحقيق أهداف سياسية في هذه المرحلة ليس كذلك بالتأكيد منها أن هناك من يريد أن يوقف مسار أستانا بالتأكيد من؟ حتى مسار جينيف لا يروق لا للدول الداعمة للحرب على سوريا النتائج الإيجابية وإن كانت بطيئة المسار الذي تم تغييره في الجولة الخامسة الأداء الذي قدمه الوفد السوري الذي أحرج ما يسمى وفد معارضة الرياض هذا كله لا يروق لا لتركيا ولا للسعودية ولا للولايات المتحدة الأمريكية طيب دكتور ريتشارد ويتس قبل قليل عرضنا في هذا التقرير مجموعة من التقارير الغربية وبعض التقارير في الصحافة الأمريكية التي تحدثت وأشارت إلى أن المجموعات المسلحة وجبهة النصرة تنظيم القاعدة في بلاد الشام يمتلك هذه الأسلحة الكيميائية وحصل عليها بطرق متعددة منها ما سيطر عليه من مواقع سورية للجيش ومنها ما استطاع أن يهربه أو يأتي به عبر الحدود أليس من المنطقي أن تكون الخشية الأمريكية أو الهواجس الأمريكية هي باتجاه بهذا الاتجاه باتجاه أن تمتلك مثل هذه المجموعات أسلحة كيميائية في سوريا بالتأكيد الولايات المتحدة تقشى من ذلك الولايات المتحدة والدول الغربية أعترفت بأن المتمردين في سوريا والعراق بالفعل بحوزتهم شكل من أشكال الأسلحة الكيميائية تستخدم هذه الأسلحة وهناك تخوف من أنهم سيستخدمون هذه الأسلحة ببلدان أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا بالتالي بالطبع كل ما قلته صحيح ولكن الفرق يبدو أن الحكومات الغربية تدعي أيضا بأن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية كذلك وما تقوله الولايات المتحدة أن الحكومة السورية أما أنها لم تسلم كل الأسلحة الكيميائية أو هي تصنع أسلحة كيميائية جديدة منذ الانتفاق الذي تم التوصل إليه ومرة أخرى منظمة حضر استخدام الأسلحة الكيميائية أرسلت بعثة إلى السورية وهذه البعثة قالت أن في الحالات التي استخدمت فيها الأسلحة الكيميائية قالت أن في ثلاث حالات القوات التابعة للحكومة استخدمت الأسلحة إذن الفارق هنا جميع الأطراف تتفق بأن لدى المتمردين هذه الأسلحة ولكن النقاش هو هل الحكومة السورية تقتل بهذه الأسلحة طيب المثير للإستغراب دكتور ويتس هو أندفاع الولايات المتحدة الأمريكية لإدانة الحكومة السورية والجيش السوري دون أن تكون متأكدة تماماً ما استمعنا إليه من مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية السيدة نيكي هالي في جلسة مجلس الأمن ليس هناك أدلة قاطعة لديها من خلال كلامها على أن الولايات المتحدة تعرف تماماً ومتيقنة تماماً من استخدم الأسلحة الكيميائية في خان شيخون ومع ذلك الولايات المتحدة ذهبت باتجاه الإدانة مباشرة هل تعتقد بأن الموقف في مجلس الأمن كان سياسي أكثر منه موقف مهني أو تقني لا أعرف كما قلت المسألة تثير الحيرة وذلك لأن الحكومة حكومة الأسد والقوات الروسية والقوات الإيرانية تقدم أداء جيد في الميدان مؤخراً ويبدو أن هذه القوات على وشك تحقيق انتصار عسكري بالتالي سبب استخدام هذه الأطراف أسلحة كيميائية غير واضعة من جهة أخرى إدارة ترامب وكذلك السفيرة هايلي يبدو أنهم كانوا مستعدين لإدارة الأمريكية يبدو أنها كانت مستعدة لعدم السعي لتغيير النظام في سوريا تذكر أن السفيرة هايلي قالت منذ أيام أن موضوع رحيل الأسد لم يعد أولوية بالتالي من غير منطقي هذا التغيير المفاجئ بتوجيه التهمة للحكومة وبعد أن قال رئيس ترامب أن موقف اختجاه الأسد تغير وهذا يفيد بأن ترامب لن يعد يقبل بالحكومة إلا في حال كانت أدلة ترامب لما كان أدلة بهذا التصريح من دون وجود أدلة لأنه كان ربما من أسهل له توجيه التهمة إلى المتمردين لهذا السبب الموضوع يثير الحيرة طيب دكتور ويتس قبل أن تقل الدكتور محمد خير عكام هل تعتقد شخصيا بأن الولايات المتحدة أو الموضوع فيه خدع فيه فخ أو فيه نوع من الاستهداف للتأثير على موقف الولايات المتحدة والرئيس ترامب الأخير بمعنى هل ما جرى هو مفبرك وجاء بتوقيت سياسي يهدف لتغيير موقف الولايات المتحدة أريد تقديرك الشخصي بالطبع لا أعرف ليست بحوزة الأدلة ولكن نحن سمعنا هذه المزاعم عدة مرات سمعنا هذا الموضوع خاصة أجبار الرئيس ترامب على عدم المصالحة مع روسيا لم أرى أدلة على ذلك لا أعتقد أنه صحيح بالتالي هناك مزاعم نحن نبحث على أدلة بالفعل هل هناك أدلة تفيد بأن هناك مساعدة لأجبار ترامب على تغيير سياسة حيال روسيا وأيضا سوريا ولفات أخرى نعم دكتور محمد خير عكام أريد أن أخذ رأيك بهذه النقطة المتعلقة بموقف الولايات المتحدة لأنه ما يقول ضيفي ريتشارد ويتس يقول بأنه ليس من المنطقي أن يقوم الجيش السوري وهو بموقع ميداني متقدم ويحقق تقدم أن يقوم باستخدام الكيميائي وأيضا الموقف الدولي أو موقف الولايات المتحدة الأمريكية حاليا ليس بالموقف المتشدد جدا وبالتالي ليس منطقيا أن تقوم الحكومة السورية والجيش السوري باستخدام الكيميائي لأنه لا يصب في مصلحتها كيف ترى دكتور محمد موقف الولايات المتحدة الأمريكية وما يقال أو النظرية التي تتحدث عن أن ما جرى كان بتوقيت يستهدف أو يخاف أو يتوجس من تقارب أمريكي سوري يبدو أن هناك خلافا شديدا داخل الإدارة الأمريكية على المواقف الإيجابية التي أدل بها الرئيس الأمريكي ترامب من القيادة السورية على محاولة التقرب ومحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة مع الروسي يبدو أن هناك خلافا شديدا داخل الإدارة الأمريكية تريد أن تمنع إدارة ترامب من الوصول إلى تلك الأهداف لماذا؟ لأن الأهداف الاستراتيجية التي رسمتها تلك الأجندات في الولايات المتحدة الأمريكية الغير متفقة على هذا الأداء تريد من رئيس ترامب تراجع عن مواقفه السابقة تجاه كل من روسيا وسوريا لأنها تريد أن تعقر مسار الوصول إلى نتائج سياسية لا تروق لها من هذه الحرب المشنة على سوريا نعم هي وسيلة للضغط على إدارة ترامب قبل أن تكون وسيلة للضغط على الحكومة السورية وروسيا نعم دكتور محمد خير عكام أرجو أن تبقى معي دكتور ريتشارد ويتس أيضا مشاهدين اتهامات جديدة للجيش السوري باستخدام الأسلاحة الكيميائية في خاند شيخون جنوب إدلب أطلقتها المجموعات المسلحة والإتلاف المعارض وتبنتها باريس ولندن صور المروعة لعشرات الضحايا تحولت إلى مادة لحملة ضغط جديدة على دمشق التي نفت قطعيا استخدام مواد كيميائية في البلدة فيما يفترض أن تحسم التحقيقات الجدل حول هذه الجريمة هذا تقرير من دمشق لمحمد الخضر لا تبدو تقارير لجنة الأمم المتحدة السابقة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا مشجعة ومع ذلك فإنها تقر بأن المجموعات المسلحة تمتلك أسلحة كيميائية وقد استخدمتها أكثر من مرة التقرير الذي قدمته اللجنة إلى الأمين العام في آب الماضي تضمن ثغرات كبيرة تلقي بظلالها على صدقية التحقيقات نقاط عديدة حولت التقرير إلى مادة للجدل في مجلس الأمن وصولا إلى استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار إدانة دمشق بتهمة استخدام الكيميائي في شباط الماضي في الفقرة التاسعة عشرة ورد أن اللجنة اعتمدت على تقارير لجان تقص الحقائق والمعلومات المتوافرة منها كما هي من دون استعراض صحة مصادرها وأي منهجية أو أسلوب عمل واللافت إشارة الفقرة التاسعة إلى بدء اللجنة حملة إضافية لجمع الأموال من خارج الموازنة لدعم أنشطتها وحاجاتها المادية والتقنية لم يات التقرير على ذكر من تبرع بالمال للجنة وكم هو المبلغ وما هي وجهة استعماله تحديدا وتطرق التقرير في تسع حالات إلى استخدام للأسلحة الكيميائية في كفرزيت حما في الحادي عشرة والثامن عشر من نيسان عام 2014 وفي تلمنس وسرمين وقمين وبنش في إدلب ومارع في حلب وكلها جرت عامي 2014 و2015 وأخفل هجوم خان العسل عام 2013 والذي أدى إلى مقتل خمسة وعشرين شخصا بينهم ستة عشر عسكريا سوريا وهجوم الغطة الشرقية بغاز العصاب الذي أوقع أكثر من مئة شخص عام 2013 اتهام الحكومة السورية يستند إلى فرضية قيام مروحية بإلقاء برميل المتفجر كما روى شهود عيان في تلمنس حيث ينتشر مسلحون نصرة وأحرار الشام وينطبق الأمر على حالة سرمين مع إغفال لإفادة الجيش السوري بعدم تحليق مروحياته خلال الهجوم فوق تلمنس وسرمين في الفقرة الأربعين يقر التقرير بأن الكلور متاح في سوريا وبأن شركة السورية السعودية للكيمويات تمتلك مرفقا على بعد 29 كيلو مترا شرقي حلب استولت عليه النصرة في آب 2012 وكان يحوي 400 طن من الكلور اللافت في التقرير هو إقراره بعدم توافر معلومات ووجود تناقضات وعدم التوصل إلى استنتاج ومع ذلك وجهت اللجنة اتهامين إلى الحكومة السورية باستخدام الكلور في تلمنس وسرمين وإلى داعش باستخدام الخردل في مارع بحلب بواسطة قذائف مدفعية الضاف يسود التقرير بسبب عدم الاستناد إلى معلومات موثقة والافتقار إلى الجولات الميدانية اللازمة من قبل اللجنة كفريق محايد ومستقل محمد الخضر دمشق الميادين دكتور محمد خير عكام هناك عدم ثقة واضح بالتقارير الدولية التي أشارت إلى استخدام الكيميوي في سوريا وأيضا بالتحقيقات التي أشار اليوم المندوب الصيني بأنه يريد أن تكون تحقيقات غير مسيسة نبه إلى أن التحقيق يجب أن يكون غير مسيسا في هذه الحالات كيف يمكن بتقديرك أن يتوصل الرأي العام إلى حقيقة ما يجري في سوريا في ظل هكذا تقارير يتم الحديث عن أخطاء فيها بالتواريخ أخطاء بالتحقيقات أيضا والخوف دائما من مسألة تسييس هذه التحقيقات الواضح هذه التقارير ضعيفة من حيث الاستنتاج المنطقي والاستناد إلى الأدلة القطعية التي يمكن أن تؤدي إلى اتهامات على الرغم من أن هذا التقرير كما ذكر تقريركم أنه لم يتوصل إلى استنتاجات إلا أن استخدامه من قبل مجلس الأمن هو الاستهداف السياسي يعني قدموا تقريرا قدموا فيه معلومات جزء منها صحيح جزء منها غير صحيح لكي يتيح لبعض الدول أن تستخدمه بشكل انتقائي ضد الحكومة السورية ولكن هناك الاتحاد الروسي الذي أصبح شريكا على الأرض لم يسمح بتمرير مثل هذه التقارير الضعيفة لذلك اليوم المندوب الصيني عندما يقول نريد تحقيقات غير مسيسة يعني تعتمد على أدلة دامغة من جهات حيادية كالتحقيقات القضائية التي تجري التي يجب أن تكون على مسافة واحدة من الأطراف لكي تتوصل إلى أدلة دامغة في اتهام طرف دون طرف أو إعلان عدم مسؤولية هذا الطرف أنا أحكي بالمفهوم القانوني البحث هذه التقارير بعيدة عن هذه الطريقة والمنهجية بالمهنية لذلك الاستنتاج أنها مسيسة أو تستخدم لأسباب سياسية لغايات سياسية هو الاستنتاج المنطقي من ضعف هذه التقارير والاستنتاجات التي توصلت إليها يعني هنا نحن أمام مشكلة دكتور محمد خير عكام إذا كانت الدول تبحث عن التقارير أو تسيس التقارير من أجل سياساتها أو من أجل أهدافها لأن هذا سيضرب مصداقية المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية هل تعتقد أن هذا جرى على لطاق واسع في سوريا بالتأكيد نحن منذ بداية الحرب على سوريا تمارس منظمة الأمم المتحدة والكثير من المنظمات عدم الحيادية وعدم النظر بعينين بالتساوي لما يجري ولم تكن مهنية ونحن اعتدنا على مثل ذلك على مثل هذا السلوك من الأمم المتحدة حتى من الموفدين الأمميين فنحن نتعامل مع هذه الأمور على أنهم بعيدين عن الحيادية أنا أريد أن أذكر بتقرير ميلس عندما حللنا هذا التقرير ودققنا بشكل قانوني بحث كيف كان تقرير ميلس منذ عشر سنوات وكيف كان الهدف من استخدامه السياسي وإلى أين توصلت لجنة التحقيق ولا نريد أن نذكر في مثل تلك التقارير لذلك نحن اعتدنا على مثل هذه التقارير المسيسة والغير حيادية أنت تشير هنا إلى ملف اغتيال رئيس الوزراء الأسبق والتقارير الذي قدمه المحقق الألماني ونتائج التحقيق طيب اسمحني أسأل دكتور ريتشارد ويتس حول ما قاله اليوم الرئيس ترامب رئيس ترامب خلال استقباله الملك عبد الله الثاني ملك الأردن دكتور ويتس يعيب على إدارة ترامب إدارتها أو تعاطيها مع الأزمة في سوريا بالمقابل هو ماذا سيفعل؟ ترح هذا السؤال عليه بالفعل وقال لا أريد أن أخبركم لأن هذا كان قطأ ارتكبته إدارة أوباما إدارة أوباما كانت تقول سندهب لنقص في سوريا سندهب لإرسال المزيد من القوات إلى عراق بالتالي ترامب يعتبر أن هذه الرسائل المسبقة تعتبر قطأ تكتيكية عدم إبلاغ القصوم المحتملين ومفاجأتهم بالتالي نحن لا نعرف من غير الوارد ومن غير المرجح أن يستخدم الرئيس ترامب أعداد كبيرة من القوات البرية لأنه طالما كان يعارض إرسال أعداد كبيرة من القوات الأمريكية للشرق الأوسف ربما سيستخدم ضربات جوية وقوات خاصة وضرب بعض الأهداف في سوريا أو ربما سيحاول التعاون مع الحكومة الروسية وأيضا مع الحكومة الصينية من أجل توصل لشكل مأشكال القرار قرارات الأممية هو جديد نحن لا نعرف حتى الآن لا يقول ما ينوي القيام به بالتالي من الصعب أن نحدد الخطوات المقبلة أشكرك جزيلا شكر دكتور ريتشارد ويتس مدير مركز تحليل الشؤون العسكرية وسياسية في معاديدسون كنت معنا مباشرة من واشنطن أيضا دكتور محمد خير عكام أستاذ القانون العام في جامعة دمشق وعضو مجلس الشعب السوري كنت معنا مباشرة من دمشق فاصل نفتح بعده مباشرة الملفة الثانية في المسائية مجددا حياكم الله كشفت مصادر في حكومة هادي عن تنظيم الإمارات رحلات جوية أسبوعي إلى جزيرة سقطرة من دون إبلاغ الحكومة رسميا يتزامن ذلك مع تكثيف الإمارات أنشتتها في الجزيرة اليمنية المهمة وسط مخاوف من محاولات ضمها إلى الإمارات هذا تقرير من اليمن لأحمد عبد الرحمن خطوات إماراتية حثيثة للاستيلاء على جزيرة سقطرة اليمنية واقتطاعها من خارطتها بعد سيطرة قوتها عليها ثلاث رحلات جوية مباشرة بين أبوظاب والجزيرة اليمنية الواقعة في المحيط الهندي إضافة إلى ربط الجزيرة بشبكة الاتصالات الإماراتية والتجنيس الآلاف من أبنائها ومنحهم رخص إقامة إماراتية لإحداث تغيير ديمغرافي في الجزيرة همنا كاملة على سقطرة يعني على كهيدة السلطة المحلية على كهيدة اللواء على الجميع منافذ الدولة فأصبح هناك شخصين يعني كانوا مستثمرين وفالأخير تضعوا أنه عقدة من الأمن الإماراتي أو من القيش الإماراتي فأصبحهم يديروا شكل الدولة في سقطرة قام عبد الرب منصور بتوقيع عقد تسعة وتسعين عام للإمارات معناه أنه بيموت قيلين من الشعب اليمني وسيأتي قيل لا يعرف أن الإمارة إن سقطرة تابعة لليمن الجزيرة التي تمتد نحو أربعة آلاف كيلومتر مربع باتت مساحة مفتوحة للإمارات التي تمكنت من تحقيق أحلامها القديمة بامتلاكها وشرعت في تمليك أراض شاسعة من الأرخبيل اليمني لإماراتيين وتنفيذ نشاطات تطمس يمنيتها وتتجاوز كونها محمية طبيعية إحلال سكان من خارج سقطرة ومن الإمارات تحديدا هذا التغيير في ملامح الجزيرة أيضا يؤكد ويكشف مدى الأهداف والأبعاد التي تريد الإمارات تنفيذها في اليمن بشكل عام وتتحدث المصادر المحلية في الجزيرة عن عملية نهب مدروسة للنباتات والطيور والحيوانات النادرة لجزيرة من أجمل جزر العالم التي ما زالت على طبيعتها البكر أطماع إماراتية قديمة بالسيطرة على جزيرة سقطرة اليمنية كما يقول مراقبون مكنتها الظروف أخيرا من الاستيلاء عليها والتعامل معها كإمارة ثامنة لها أحمد عبد الرحمن صنع الميادين في جلسة خاصة شرع الكنيسة الإسرائيلي قانونا جديدا يهدف إلى تسريع وطيرة هدم المنازل الفلسطينية وفرض المزيد من الغرامات على أصحابها بذريعة البناء من دون ترخيص هذا تقرير لهنا محميد لا تتوقف هذه الآليات الإسرائيلية عن عملياتها العدوانية يوما في القدس والضفة الغربية والبلدات العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 حيث يتهدد الهدم بحجة البناء من دون ترخيص نحو 50 ألف منزل فيها قانون إسرائيلي جديد سن لتسريع عمليات الهدم يحول قرار أمر الهدم من جهاز القضاء إلى يد موظف إداري في لجان التنظيم والبناء بمعنى أن أي موظف في اللجنة اليوم في موقع معين يستطيع أن يستصدر أوامر هدم الأمر الآخر الذي فيه خطورة أيضا أن الاستئناف على قرار الهدم انتزع عمليا تقريبا من أيدي المحاكم العمر الثالث الخطير أنه يحكم على كل من يسكن في بيت غير مرخص بغرامات تصل إلى 700 شاكل يومي قانون كامينتس كما يعرف شرع كتعديل على قانون البناء والتنظيم خلال جلسة استثنائية عقدت خلال عطلة الكنيسة بأغلبية 43 صوتا ومعارضة 33 وسيبدأ تطبيقه بعد نصف عام سيلقون كل الجمهير العربية في المثلث والنقب والجليل والمدن الساحلية صفا واحدا في هذه المعركة وهذا يعد أن ذاك إعلان حرب على الجمهير العربية وسنكون مستعدون لدفع كل ثمن من أجل الحفاظ على وجودنا وعلى هويتنا وعلى بقاءنا في هذا الوطن بنيمين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي دفع عملية تشريع شرعانة الاستيطان قبل أشهر قليلة عرض أهداف القانون وسط صحب النواب العرب على أنها تدفع لتطبيق القانون وللمساواة بين المواطنين سن هذا القانون الجديد ليس أمرا طارئا على الكنيسة الإسرائيلي الذي يتفنن نوابه من حكومة اليمين المتطرفة بالتشريعات العنصرية التي تستهدف وجود الفلسطينيين ورموزهم ابتداء من منع الآذان وحتى هدم البيوت هنأم حميد القدس المحتلة الميادين غيب الموت والفنانة المسرحية التونسية رجاء بن عمار التي فارقت الحياة في أوج العطاء وذلك خلال إجراء عملية جراحية في القلب هذا تقرير من تونس لعماد شطارة المسرح هو فضاء لتجاوز كل القيود وفضاء حرية بالحرية الإبداعية آمنت ومن أجلها نظلت رجاء بن عمار مبدعة مختلفة في المسيرة والرسالة درست المسرح في ألمانيا وتحولت من فرقة المسرح بالكاف إلى المسرح الجديد في العاصمة قبل أن تؤسس فضاء مدار للفنون عملت مع كبار الأسماء في الفن الرابع في تونس إلى أن أصبحت من أبرزهم ممثلة ومخرجة ومكونة للمسرحيين الشبان رجاء بن عمار علامة من علامات المسرح التونسي والمسرح العربي فنانة متمردة فنانة اخترت في عملها الانتصار للحرية انتصار لإرادة الانسان الحر انتصار للحياة الجميلة التي تتقو إليها ويتقو إليها كل المسرحيين كل الفنانين ومبدعين في الوطن العربي رجاء بن عمار لم يثنيها وضعها الصحي عن اعتلاء خشبة المسرح أمام الجمهور في عمل تهديه للشهيد شكري بالعيد امتزج الفنان والإنسان فيها لتغلبها الدموع عرض أرادت من خلاله أن تطلق رسالة تحدي للتكفيريين بأن نور الثقافة سيبقى صاطعا دائما في سماء تونس ليبدد ظلمة لسائل الرعب والخوف كانت دائما تقول كلمتها من أجل تونس أفضل من أجل مسرح أفضل من أجل ثقافة أفضل رحمه الله تركت فراغا في الساحة الفنية التونسية وفي المسرح التونسي وخاصة التجريبي رغم إبداعها في دور ثانوي في فيلم عصفور الصح لفريد بغدير هجرت سريعا إغراء الكاميرات لتمارس حلمها على خشبة المسرح من خلال أعمال ناجحة وتكوين جيل جديد من المسرحيين سيحمل بلا ريب بصماتها الفنية لعقود أعود مرة أخرى إلى الملف الثاني في المسائية المتعلق بإجراءات تقوم بها حكومة الإمارات العربية المتحدة لسيطرة على جزيرة سقطرة اليمنية معنا حول هذا الموضوع من باريس البحث السياسي اليمنية الأستاذ محسن العمود محسن ماذا تريد بداية الإمارات من الجزيرة مساء الخير فيدي حتى الآن أعتقد أنهم أنفسهم الإماراتيين لا يدرون هم مجرد رأس الحربة لمشروع يحاك في البحر الأحمر هناك خطوات سابقة مثلا قواعد سعودية وإماراتية في الصومال والجبوتي قاعدة تركية في الصومال تيران وصنافير والخلاف حولها مصرية تيمة أو سعودية تيمة تقسيم السودان ساذقا الشمال الجنوب والآن يحاك سيناريا آخر لمنطقة دارفور بغرب السودان تد المهضة في إيتيوبيا وتميله السعودي المشبوه كل هذه عناصر لمشروع واحد تختم الآن بصفقة بيع جزيرة سقطرة هذا المشروع أستاذ محسن إلى ماذا يهدف عندما نتحدث عن نقاط على البحر الأحمر يتم التواجد عليها منها جزيرة سقطرة وأشرت قبل قليل تيران وصنافير وربطها أيضا بجنوب السودان أو بمنطقة دارفور عفوا كل هذا من رابط بينه أعتقد كل هذه التحركات تؤدي إلى خط واضح أن هناك محاولات لسيطرة مع البحر الأحمر ومضيق بعض المنجد وتبدأ الخطوات الآن في الهيمنة الإماراتية أو التواجد الإماراتي في سقطرة كما قلت أنا الإماراتيين أو السعوديين هم أدوات حربة لمشروع استعمار أكبر أكبر منهم هم مجرد دولتين منفذتين لسياسات إمبريالية صيونية معروفة طيب هنا السؤال المطروح أستاذ محسن عندما استمعنا في التقرير الذي عد زميلنا أحمد من اليمن بأن الرئيس عبد الرب منصور هادي أبرم عقد أجار تسعة لتسعة وتسعين أو تسعة وتسعين عاما للإمارات على الجزيرة السؤال هل يحق للرئيس اليمني أو لأي رئيس يعني عبد الرب منصور هادي أو أي رئيس يمني أن يبرم عقد أجار كل هذه المدة لأرض يمنية لدولة أجنبية دون العودة للمؤسسات الشرعية مؤسسات الدولة البرلمان أتفق مع السيد أنه لا يحق له ذلك مطلقا باعتباره فاقد لشرعية أصلا هو رجل انتخب كرئيس توافق لفترة زمنية معينة مش أكثر من عامين وانتهت تلك الفترة وارتم بعد ذلك بأحضان السعوديين والإماراتيين لا سب شديد لنفذ مشروعهم لا يحق العبد الرب منصور هادي ولا الأحمد عبيد بن جغر التنفيذ أو التفريط في ذرة رمال يمنية لكن كما عرفناهما أو كما عرفهما الشعب يمني هم على سبال التفريط بكل ذرة رمال يمنية مقابل استمرار الحرب وديمومة مفالحهم أستاذ محسن العمودي بغض النظر عن هادي عن شرعية الرئيس هادي أو عدم شرعيته هل يحق لرئيس يمني أي رئيس يمني دستوريا أن يؤجر لا يحق لا يحق له ذلك مطلقا بدون العودة إلى مؤساة الدولة يعني الرئيس هادي خرق الدستور اليمني خرقه مذكرا وليس الآن فقط منذ مباركته لما يسمى بحاصفة الحاجم وهو اخترق هذا الدستور وأصبح خائنا في نظر شعبي في أبناء الشعب اليمني طيب الآن مستقبل هذه الجزيرة في ضوء هذه الإجراءات يعني رحلات جوية يومية شبكة الاتصالات ربطت بالشبكة الإماراتية والتقارير تتحدث عن عملية تجنيس أيضا أنا أعتقد أولا البعد الجغرافي للإمارات لا يساعد على ذلك أعتقد أيضا أن الأخوة العمانيين سوف يستفزون من هذه التصرفات التي أعتقد أنها أيضا تستهدفهم وتستهدف دورهم العقلاني في المنطقة وبالتالي كلها أموال سوف تنفق عبثا على لا شيء مستقبلا طيب اليمنيين بالنسبة لليمنيين أستاذ محسد يعني اليمنيين في ظل الحرب الدائرة حاليا الكارثة الإنسانية الموجودة حاليا في اليمن قصف الطيب إلى آخره الحالة المأساوية حاليا في اليمن هل اليمن عاجز الآن عن التحرك أو التصدي لهذه المحاولات اليمن الآن كما نرى جزء ما يسمى بالشرعية المدعومة خليديا أو سعودية الإماراتية الموجودة في عدن وهي بالمناسبة لم تستعن تنفر أبسط مقاومات الحياة للمواطن في عدن وجزء وهو الشرعي موجود في صنعاء وحولها وهو أيضا لأسف شديد محاصر حتى ميناء الحديدة وهو المنفذ الوحيد لدخول إغذاء المواطن اليمني أيضا الآن هناك محاولات الاختراقي أو الاحتلالي وبالفعل موقف صعب لكن أعتقد أن هذا السيناريو لن يستمر بفشل الممارسات الإماراتية يا سيدي في الجنوب وتحديدا في عدن والمكلة أساءت كثيرا لعلاقات اليمنية الإماراتية هناك السجون خاصة لأننا سمعنا بها موجودة في مدينة عدن ومعتقلات خاصة إذا موجودة في مطار ريان بمدينة المكلة كل هذا أعتقد أن يسيء للأواصر والعلاقات التي كانت موجودة سابقا طيب أستاذ محسن العمودي عند حدوث أي تسوية مقبلة في اليمن اتفاق سلام تسوية انتهاء الحرب عندما تضع الحرب أوزارها إن شاء الله أي تسوية سياسية هل يمكن إعادة طرح مثل هذه القضية يعني قضية سقطرة في التسوية بالتأكيد من لم يطرحها سيكون خائنة في وجهة مظهر أمام الشعب اليمني هذه أمور سياديية لا تفريطة فيها وبالتالي كل ما وقع برمى منصور هذه والزبانيته سيعتبر ساقطة ولو قد يحاكمون على ذلك عليها مستقبلا يعني أي حكومة التوافق قادمة حكومة وحدة وطنية حكومة جديدة في اليمن يحق لها مراجعة هذه الاتفاقية اتفاقية تأجير سقطرة وإلغائها 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 هذا التقرير لمريم عثمان ليس من السهل أن تولد موهوبا منذ الصغر إلا أنه كثيرا ما لا يجري الانتباه إلى أصحاب المواهب وإلى تنميتها في بلداننا فحب هذه الفتاة السورية للموسيقى وشغفها بآلة القانون زريعا في داخلها منذ نعومة أصفارها وشاءت الأقدر أن تصبح قائدة لأوركستر هولندية وهي في الثلاثة عشرة من عمرها شذى المنلى الطفلة السورية التي هجرت مع عائلتها مع اندلاع الأزمة السورية إلى مصر ثم هولندا لم تتخلى عن متابعتها لدروسها الموسيقية ودأبت على سقل موهبتها وتطوير معرفتها بآلة القانون بعد مغادرتها سوريا عام 2012 إلى القاهرة تسجلت في دار الأوبرا المصرية وكونت عام 2015 مع أختها جوا التي تعزف على العود فرقة موسيقية باسم قاسيون هولندا احتضنت موهبة شذى حتى اشتهرت في أوساط الموسيقيين الهولنديين إذ ان اختيار الأختين المنلى الألحان المركبة والمعقدة فتح شهية العازفين الهولنديين على مشاركة الفتتين في حفلات نالت شهرة كبيرة في كافة أنحاء هولندا موسيقى ابنة الثالثة عشرة فازت بمسابقة للتأليف الموسيقي لمن هم تحت الثمانية عشر عاما وكانت المقطوعة التي قدمتها المحاولة الأولى لها في التأليف الموسيقية وحملت عنوان لا يهم موسيقى فإن كنت تطمح لسماع هذه المقطوعة المتميزة والاستمتاع بامتزاج الألحان الشرقية والغربية معا ما عليك سوى حضور حفل لفرقة نيدرليند بليزرز في دار الأوبرا بأمستردام المسائية انتهت في ختامها تذكير بعناوين ملفات الليلة موسيقى تقارير غربية دولية تؤكد امتلاك المسلحين استحاة كيميائية والتحقيقات تجاهلت رسائل تحذير سوريا وروسيا بعد سيطرتهم على المعامل موسيقى دول الغربية تخفق في تمرير قرار دولي حول استخدام كيميائي في سوريا وتتراجع عن طرحي على التصويت بعد الاعتراض الروسي موسيقى تقارير يمنية تؤكد اطلاق مشاريع اماراتية في جزيرة سقطرة وتسير رحلات جوية فالتسعى الامارات لا ضمها لسلطتها موسيقى المزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الانترنت باللغتين العربية والاسبانية ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 شكرا